من دوني الرئيسي السابق سعيد بعمرة الذي تقرر عدم منحه ولو فرصة واحدة للترشح لعودة أولمبية جديدة يستعد بيت الاتحادي الجزائري لكرة اليد ترسيم رئيس جديد أما موعد الحسم فسيكون يوم الفتح أفريل يوم تقدم له الثلاثي توفيق عليوي وحبيب العبان الذين سبق لهم شغل منصب الأمين العام الاتحادية إلى جانب توفيق خليفي رئيس نادي بفريك ريحه والتغيير إذن ستطال بيت الكرة الصغيرة الجزائرية على غرار الاختصاصات الرياضية الأخرى يدن لطالما صنعت أمجاد رياضة الوطنية بالألقاب الإفريقية السبعة آخرها على الأراضي الجزائرية بالذات سنة 2014 غير أنها لم ولن تكون بالشجرات التي تغطي كثرة المشاكل التي تخبطت ولا زال تتخبط فيها لعبة كرة اليد محليا كما هو عليه الحال مع المنتخب الأول والمتواجد من دون ناخب فتواجد لمديرية فنية مبنية على المجهولة ودوليا بغياب الخضر عن المونديال وإذا حضروا فياليتهم لم يحضروا نهيك عن سوء تسيير وأعضاء البطاقة هويتهم مشاكل أخلاقية ويبرز في قائمة المترشحين اسم حبيب العبان بالنظر لمساله الإداري فقد شغل منصب عضوي في مجلس إدارة الاتحاد الافريقي لكرة اليد خلال الفترة الممتدة من العام 2009 لغاية 2013 ثاني المترشحين هو طهر عليوي الأمين العام للمكتب المنتهية عهدته والعارف بخبايا وشؤون اليد الجزائرية أما ثالث الأسماء فهو رئيس أولادي جيل بوفريك والناشط في القسم الأول والبالغ للدور نصف نهائي كأس الجزائر وكل آت بنظرته وخطته الخاصة كما ستشهد الجمعية العامة الانتخابية اختيار 12 عضوا من بين 39 مترشحا